موسيقى عوضة الحياة إلى طبيعتها بمدينة عطق بشبوة بعد أيام من الأحداث التي شهدتها ميليشيا الحوصي تواصل اعتداءتها على المدنيين في تعز وإكتشاف حق الألغام في ذباب موسيقى مطالبات بتسريع تنفيذ خطط الأمم المتحدة بشأن ناقلة الصافر موسيقى نشرة الأخبار أهلا بكم عادت الحياة إلى طبيعتها بمدينة عطق مركز محافظة شبوة بعد أيام من قلائل من الأحداث التي شهدتها فتحت المحال التجارية والأسواق أبوابها وتوجه المواطنون إلى ممارسة أنشطتهم وحياتهم بشكل اعتيادي تنفس المواطنون الصعادة في مدينة عطق بعودة الحياة إلى طبيعتها بالمدينة بعد أيام قلائل من دحر الميليشيا المتمردة على قرارات مجلس القيادة والسلطة المحلية حيث فتحت المحال التجارية والأسواق أبوابها وتوجه المواطنون إلى ممارسة إنشطتهم وحياتهم بشكل اعتيادي عادت الحياة إلى طبيعتها في مدينة عطق في محافظة شبوة بعد الحرب الطاحنة التي مرت بها وفتحت المحلات والأسواق التجارية وعادت المياه إلى مجاريها وذلك بفضل الله الأمر اليوم أصبحت آمنة للمنطقة وبعد دحر الأخوان الإصلاحيين الذين تمردوا على السلطة في المحافظة والأمر أصبح آمن وأصبحت الناس تخرج وتمارس حياتها بشكل طبيعي ولكن التمرد على السلطة هو الذي قعل العمل هذا الذي حصل في المحافظة لا نتمنى صفك الدماء من أبناء المحافظة أو من غير المحافظة هذه ولكن هذا الذي حصل أمر وجاء للمحافظة والحمد لله أنتهى وعدت على خير ونحن نأمل إن شاء الله أن يسود الآمن والأمان ونستمر للحياة الطبيعية في المحافظة يأتي تطبيع الحياة في ضو قيام قوات من ألوية العمالقة ودفاع شبوة بتأمين المرافق الحكومية والمنشآت الحيوية والخدمية والأسواق في مدينة عطق الأمر الذي ساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها خلال زمن قصير مواطنون في عتق أشادوا بدور قوات دفاع شبوة وألوية العمالقة وما قدمتها من تضحيات من أجل حفظ الأمن والاستقرار بعد الأحداث المسلحة التي شهدت المدينة عادة الحياة بشكل طبيعي كمان تشاهد في محافظة شبوة وكمان نوجه الشكر لقوات العمالقة الجنوبية والدفاع شبوة والشيخ عوض بن الوزير العولقي محافظة محافظة شبوة وفي إطار الجهود التي تبدلها قيادة السلطة المحلية للتخفيف من آثار الأحداث وجه محافظة شبوة عوض الوزير بتشكيل ثلاث لجان عسكرية وأمنية ومدنية بحصر القوات والعتاد وحصر الأضرار كما تم إقرار الخطة الأمنية لتأمين عاصمة المحافظة مدينة عتق وكذلك المديريات المجاورة وتحديد المهام لكل الوحدات العسكرية بما في ذلك وحدات الدعم والإسناد زبين عطية اليمن اليوم محافظة شبوة وصلت ميليشيا الحوثي اعتداءتها على المدنيين وقصفت مناطق سكنية غرب مدينة داعز وقال مراسلنا إن ثمان قذائف هاون سقطت في منطقة السياحي وحذران وميلات كما أدى سقوط قذيفة هاون على منزل المواطن وليد عبد الباري دون أن تنفجر إلى أضرار مادية دون سقوط ضحايا وكانت قناصة الميليشيا سدفت مسال 2 المواطن أصيل الأغبر أثناء مروره بدرجته نارية في حرة شعب الدبا ما أدى إلى إصابته في الفخذ الأيسر وإلى ذلك اكتشف حق الألغام زرعته ميليشيا الحوثي في مديرية ذباب غرب محافظة تعز وقال مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام إن أحدى فرقه اكتشفت حق الألغام مضادة للدروع بمحاذاة الخط الرئيسي الربطي بمنطقة الحريقية بمديرية ذباب محافظة تعز والربط بين محافظتي الحديدة وعدا يشار إلى أن مسام تمكن خلال الأربعة أشهر الماضية من تفكيك ثمانية حقول للألغام في مديرية ذباب وفي حين آلنا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن فشل جهود المنظمة الدولية في فك الحصار عن تعز عبر الهدنة التي تم تمديدها لجولتين طرحت الأمم المتحدة في مجلس الأمنة مقترحا لتوسيع ما أسمته الهدنة في اليمن بأربعة مقترحات على طاولة المجلس الرئاسي والحوثيين رأى محللون أنها ملخص للمطالبات الفتفاضة التي تضعها الميليشيا وتعرقلها في ذات الوقت يظهر أن الجهود السياسية الرامية لفك الحصار عن تعز قد وصلت إلى طريق مسدود وهو ما أكد عليه مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن في إحاطة الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي الذي استمع لجروندبيرغ وهو يروي ذات بكائية غريفاث الذي أعلن فشله قبل أشهر وفي أول إحاطة له منذ تنديد الهدنة في نسختها الثالثة أقرت الأمم المتحدة الرائعة لاتفاقات الهدنة بتعثر جهود فتح طرق تعز ورفض الحوثيين المقترحات التي اضطرحت بشكل مباشر على طاولتهم ولم يملك مبعوث الأمم المتحدة سوى أن يعريب عن أسفه لسكان المدينة المحاصرة الذي كان مأمولا أن تمهد الهدنة لتطبيع الحياة لهم الولايات المتحدة الأمريكية عبر مندوبها في مجلس الأمن الدولي ومتعت ميليشيات الحوثي إلى القبول بمقترحات المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن وفتح معابر تعز دون تأخير وتسريع المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق موسع يشمل الحلين السياسي والعسكري بين المجلس الرئاسي والحوثيين سقف طموحات الأمم المتحدة يرصد أنه ركوب على صهوة الوساطة حيث أعلن جروندبرغ مقترحا بشأن اتفاق الهدنة الموسع الذي يقضي بالاتفاق على آلية شفافة لصرف منتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية ومعاشات المتقاعدين المدنيين والمقترح الثاني يقضي بفتح طرق إضافية في تعز ومحافظات أخرى أما المقترح الثالث فهو فتح المزيد من الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي أما المقترح الرابع فيقضي بانتظام تدفق الوقود إلى جميع موانئ الحديدة مراقبون يرون بأن مبعوث الأمم المتحدة حاول بهذه المقترحات تفويت فرصة انسحاب الحوثيين من أي اتفاق مقبل بعد إعلان محمد عبد السلام أن الحوثيين لن يقبلوا بأي تمديد للهدنة وفقا للشروط السابقة وفي المقابل يظهر أن شروط الطرف الآخر لم تكن موجودة البتة وعلى رأسها فتح الطرق الرئيسية إلى تعز حيث تم الحديث عن مزيد من الطرق فقط مع بدء العام الدراسي الجديد بات معظم الأطفال دون دراسة بعد أن أصبح التعليم لمن استطاع إليه سبيل في زمن ميليشيا الحوثي القادمة من الكهوف والجبال عجز هو الأشد لأولياء الأمور في مناطق صيدرة ميليشيا الحوثي عن تسجيل أبنائهم خصوصا من لديه أربعة أطفال أو أكثر بعد ارتفاع رسوم التسجيل إلى 30% عن السنة الماضية مما يجعل الحصول على مقعد دراسي للطلاب أمر في غاية الصعوبة لسيما للأسر الفقيرة والمعصرة ومحدودة الدخل ويتزامن شهر أغسطس الجارية مع انطلاق العام الدراسي الجديد لسنة 2023-2022 في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نهيك عن ارتفاع رسوم التسجيل للطلاب في المدارس الحكومية والذي أطلقت عليه ميليشيا الحوثي بما يسمى بالمشاركة المجتمعية لتصل المدارس الحكومية إلى مستوى المدارس الأهلية التي عزف عنها الكثيرون بسبب رسومها الباهضة وأمام هذه الرسوم ينهار التعليم في مراطق الحوثي بشكل كبير فأولياء الأمور مضالبون بتوفير وشراء المنهج الدراسية والزي المدرسي والحقيبة والقردازية وغيرها وهم أيضا لا يحصلون على رواتب مما جعل كثير من الأسر عاجزة عن تعليم أطفالها فضلا عن توجه كثير من المعلمين إلى سوق العمل بحثا عن مصادر دخل لإعالة أسرهم مع استمرار انقضاع المرتبات ويقدر عدد الكوادر التربوية والتعليمية المتأثيرين بالحرب والذين توقفت رواتبهم منذ العام 2016 إلى أكثر من 196 ألف تربوية إضافة إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن تسببت في تسرب إعداد كبيرة من الطلاب عن المدارس وبات أربعة ملايين طفل خارج أسوار التعليم بحسب منظمات اليونسيف وكانت ميليشيا الحوثي أطلقت ما يسمى بالمشاركة المجتمعية والتي تلزم أولياء الأمور دفع أكثر من 3000 ريال على كل طالب مما قد يعجز الكثيرون عن دفعها في حين تقيم الجماعة المراكز الصيفية مجانا وتحشد ضاقتها لغرس مفاهيم وشعارات مستوردة من ظهران أسهمت كثيرا في إحداث شرخ في النسيج المجتمعي وتعجيج الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا يزال خزان صافر يمثل خطرا على البيئة البحرية وخطوط الملاحة الدولية في حين تتواصل المطالب بتسريع تنفيذ خطة الأمم المتحدة للحيلولة دون وقوع كارثة لن يقتصر أثرها على اليمن تجددت المطالب الحكومية والشعبية بالإسراعي في البدء بعملية إنقاذ ناقلة صافر النفطية الرأسية قبالة سواحل حديدة لتفادي الكارثة البيئية المحتملة جراء تأكل الخزان الذي ترفض البليشة الخوثية البدء في عمل الصيانة اللازمة المطالبات الجديدة شددت على ضرورة البدء عمليا في تنفيذ خطة الأمم المتحدة في توفير البديل الخزان العائم خصوصا بعد أن جمعات الممتحدة وهولندا ستون مليون دولار وكانت قد تعحدت السعودية بدفع عشرة ملايين دولار وعود متكررة لمنع الكارثة تتلقاها الحكومة اليمنية بين الحين والآخر لكنها تصبح وفق مراقبين للاستهلاك الإعلامي ليس إلا ولم تلمس شيئا على أرض الواقع للتنفيذ وشددت على ضرورة إبلاغ الممتحدة بالضغط على الميليشيا بتفريق الخزان العائم صافر وسحبها من البحر الأحمر مشيرة إلى أن صافر وسيلة ابتزاز حوثية لتحقيق مكاسب سياسية في حين تحفها المخاطر بعد أن أصبحت تمثل قنبلة موقوطة مهيئة للانفجار في أي لحظة الأمم المتحدة أصدرت تعليمات بشأن وضع آلية آمنة للتعامل مع الخزان النفطي العائم وتنسيق خطط الطوارئ في حالة حدود تسرب النفطي وضعت خطة تشغيلية منسقة لمواجهة هذا التهديد وتتكون الخطة التشغيلية للخزان صافر العائم من مسارين مهمين وهما تشغيل ناقلة بديلة للتخزين النفطي المنقول من صافر لمدة 18 شهرا في خطة طويلة الأمد للتعامل مع حمولة الخزان والتعامل مع الحالة الحرجة له عن طريق نقل النفط إلى سفينة موقته تتضعف المخاطر في صنعاء القديمة يوما بعد آخر وخصوصا أثناء الأمطار الموسمية التي تحيل منازلها المبنية من اليجور والطين إلى ركامة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي الذي منع الكثير من الأهالي من القيام بالصيانة الدورية ما أدى لتعرض عشرة ألاف منزل لأضرار كبيرة صنعاء القديمة مدينة منكوبة هكذا قال كل من شاهدها في أمطارها الموسمية الأخيرة التي اصطدمت بها بشكل مباشر وأثرت على بنيتها وبنائها ما جعل تاريخ هذه المدينة يلحق بحاضرها المنهار ويضع الجميع أمام حقيقة غياب الدولة كشيء أساسي وانعدام قدرة أهالي صنعاء القديمة المالية لترميم منازلها بسبب سوء الأحوال الاقتصادية منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة أعلنت في بيان صحفي أن تقييمها الشامل للأضرار التي لحقت بمباني صنعاء القديمة والذي أجري عام 2021 أظهرت نتائجه تضرر نحو عشرة آلاف مبنى بسبب الحرب الدائرة في اليمن وما تتعرض له هذه المدينة من إهمال نتيجة الصراع الذي حد من الاهتمام بالمدينة التي يعود تاريخها لأكثر من ألف ومئتي عاما هذا وقد أعلنت اليونسكو في بيانها أنها تمكنت خلال السنوات الأربع الماضية من إعادة تأهيل 213 مبنى تاريخية في صنعاء القديمة وأنها بصدد إطلاق مشروع جديد لمواصلة إعادة تأهيل المباني التاريخية في المدينة وخلق فرص عمل لألاف الشباب من خلال مخططات النقد مقابل العمل وفي الوقت الذي تبتسم فيه صنعاء القديمة لخبر إعادة ترميمها وتأهيلها لأن تعود لوضعها السابق تشكك جهات مسؤولة من تدخل الحوثيين في هذه العملية وتحذر وفق وقائع سابقة حيث كشفت الحكومة اليمنية نهب الميليشيات إرادة صندوق التراث والتنمية بواقع تجاوز 11 مليون دولار في العام 2021 وقد رصد المركز الأمريكي للعدالة بأن ميليشيات الحوثي قامت بالسطو على أكثر من 47 منزلا تاريخيا بصنعاء القديمة تحت ذريعة أنها مهجورة ولا تملك لها صاحب وهو أمر ينافي الواقع ويقول الأهالي في صنعاء القديمة بأن الميليشيات عبر هيئة الحفاظ على المدن التاريخية قد منعت الكثير من الأهالي ترميم منازلهم تحت ذرائع الحفاظ على النمط التاريخي ما جعل هذه المنازل تخرج عن صلاحية الخدمة ليتمكن بعدها مشرفون حوثيون من شرائها بأثمان بخصة وتجريف ديمغرافية صنعاء القديمة وتغيير بيئة سكانها الأصليين وفي مأرب أدى حريقنا شبه في مخيمات نازحين إلى احتراق ثمانية مساكن بشكل كلي وذكرت وحدة طوارئ في الوحدة الترفيذية لنازحين أن الحريق الذي نشبه مسال اثنين في مخيم الوحدة بجو النسيم ومخيم الحمى بالقطاع الجنوبي أسفر عن احتراق مأوى سبع أسر بمخيم الوحدة ومأوى أسرة واحدة بمخيم الحمى أضافت أن الحريق اندلع في أحدى الشبكيات المصنوعة من الحديد والمغطى بالطرابيل سريعة الاحتراق وامتد لنحو 21 شبكية داخلية ما كسبب في أضرار مادية دون تسجيل أي خسائر بشرية وأفادت أن الحريق بمخيم الوحدة خلف أضرار مادية كبيرة دعية المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في المحافظة إلى السرعة النزول إلى المخيم وتقديم المساعدة للأسرة مشرتنا مصمرة وتتبعون بعد الفاصل تأجيلوا التظاهرات المرتقبة السبت المقبل حتى إشعار آخر بعد إعلان الإطار التنسيقي تظاهر مماثلة أطفالنا كلهم يلعبوا بالحارة بالعاصر العيالي الفرقوا يلعبوا حارتنا طبعاً كاما آمنة فقدت يا قديثة إحنا آمين بيوتنا أطفالنا آمين في بيوتهم فقدت يا قديثة يعني بالله عليكم ليس هذا هنا الهدنة قالوا فيهدنا أطفالنا معورين قالوا أنكم لهم مصابين حسبون الله ونعمى الوكيل عليهم بس حسب قفق الفيزين من اللي يقفل في غير الحوثين اللي يقفلون يقفلون بكل شيء أهلا بكم أعلنت عائلة نجم عن توجهها لرفع قضية ضد الاحتلال في المحاكم الدولية بعد المجزرة التي ارتكبتها بحق أطفالها شمال قطاع غزة خلال العدوان الأخيرة وقال مراسلنا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية سدغت مقبرة الفلوج شمال غزة في اليوم الثالث من عدوانها على القطاع ليسقطا جراء القصف خمسة أطفال أربعة منهم من عائلة نجم وآخر من عائلة أبو كرش فيما أصيب عشرات المواطنين تراوحت إصابتهم بين الخطرة والمتوسطة مضحا أن الأطفال الأربعة من عائلة نجم اعتدوا اللعبة يوميا أمام منزلهم المقابل للمقبرة الفلوجة على نهاية زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى صدر تأجيل التظاهرات المرتقبة السبت المقبل حتى إشعار آخر بعد إعلان الإطار التنسيقي تنظيم تظاهرات مضادة في نفس اليوم وكان صالح محمد العراقي اتهم الإطار التنسيقي بتبني العنفة والسعي إلى تأجيج حرب أهلية حسب تعبيره وكان الإطار التنسيقي في العراق دعا إلى تظاهرات السبت المقبل بالعاصمة العراقية بغداد في نفس اليوم الذي حدده التيار الصدري للتظاهر وفي مصر اندلع حريق بكنيسة الأنبى بشوي في محافظة المانيا وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات فيما أسعف شخص تعرض للاختناق جراء الدخان المتصعد يتي هذا الحريق بعد يومين من حريق هائل نشب في كنيسة أبو سيفين الأحد الماضي أسفر عن وفاة 41 شخصا وإصابة 14 وفي تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قالت وزارة الدفاع عن حريقا شب في مستوضع مؤقت لتخزين ذخيرة بوحدة عسكرية في بلدة مايسكوي شمال شبه جزيرة القرمة وضفت أنه تم السيطرة على الحريق الذي اندلع في محطة توزيع الكهرباء بمنطقة جانكوي شمال القرم وأنه لا إصابات خطيرة في الحريقة إلى ذلك ذكرت وسائل إعلامية أن سفينة بريف كوماندر غادرت مواني أوكرانية محملة بمواد غذائية إغاثية باتجاه أفريقيا ومع تفاقم تغيرات المناخ العاصفة بالعالم وما أحدثته من تحولات عميقة في طبيعة الظواهر المناخية والنظم البيئية وتوازنها فإن تأثيرات العديد من تلك الظواهر تزداد حدة تكاد تخرج عن طورها المألوف مع تفاقم تغيرات المناخ العاصفة بالعالم وما أحدثته من تحولات عميقة في طبيعة الظواهر المناخية والنظم البيئية وتوازنها فإن تأثيرات العديد من تلك الظواهر تزداد حدة وتكاد تخرج عن طورها المألوف على وقع تضافورها مع عوامل التغير المناخي ومن أبرزها العواصف الشمسية والتي هي ظاهرة فيزيائية طبيعية تحدث بشكل متكرر لكنها تزداد شراسة وتأثير سلبي على وقع تصاعد ظاهرة التغير المناخي العالمي وتتولد تلك العواصف نتيجة تقاطع المجالات المغناطسية التي تنتج من حركة البلازمة داخل جسم الشمس وهي مكون رئيسي للطقس الفضائي وترتبط بالبلازمة التي تبدأ بالدوران داخل الشمس وينشأ عنها نشاط مغناطسي مكثف يسمى بالبقعة الشمسية في المجال المغناطسي وعن آلية تأثير هذه العواصف على مناخ الأرض يقول علماء الفلك إن العاصفة الشمسية هي قذيفة متأنية ذات نشاط مغناطسي هائل وعند استدامها بطبقة الإنسفير يتولد ضغط شديد على الغلاف الجوي الأرضي ونتيجات لذلك تتولى الطاقة تتأثر بها المناطق الأرضية المواجهة لمنطقة التصادم مما يؤدي لارتفاع وشدود في درجة الحرارة على سطح الأرض يتضافر مع ظواهر التغير المناخي لا سيما الاحتباس الحراري وعدد العواصف الشمسية المتولدة عند نشاط شمسي مسجل يعتمد على عدد البقعة الشمسية النشطة وبالتالي تتأثر الأرض بمجموعة مركبة من العواصف الشمسية في آن واحد يصل قطر هذه العواصف إلى 37 مليون كيلومتر مما يعني أنها تحمل كميات كبيرة من البلازمة الشمسية التي تتحرك بسرعة هائلة وتصنف العواصف الشمسية لخمس مستويات من خلال تسجيل تساع قطرها وسرعة انطلاقها من خلال G1 الأضعف حتى G5 الأشد والأخطر على الحياة البشرية كما ذكر علماء الفلد لكن التأثير لذلك سوف تتأثر بها المناطق الأرضية المواجهة لمنطقة التصدم مما يؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة لتبدأ مرحلة التأثيرات السلبية لتصل إلى مرحلة التهديد للحضارة البشرية نشرتنا مستمرة وفيها أيضا مستشفى المسراخ بتاعز يواصل تقديم خدمته للمرضى رغم نفس الإمكانات موسيقى 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 اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد وجهه مصاشفى المسراخ بمحافظة تعز العديد من الاشكاليات التي تحول دون تقديم الخدمة الصحية الالف المرضى بالشكل المطلوب جهود صحية حثيثة يكبلها نقص الامدادات الطبية مستشفى المسراخ بمحافظة تعز يقدم رعاية صحية مجانية على مدار 24 ساعة بدعم المنظمات الإنسانية وتوفير قسم العمليات والولادة والحظانات والتغذية العلاجية والإسهال والمختبرات أربع مديريات صبر الموادم المسراخ المعافر وجبل حبشي تعتمد على الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى مرافق المستشفى لا تتناسب مع حجم أعداد المرضى ضيق مساحة البناء يعيق من تقديم الرعاية الصحية المتكاملة ضائقة كبرى ألقت بظلالها على قسم التغذية المهدد بالإغلاق بسبب النقص الحادي في الإمدادات الطبية والميزانية التشغيلية ووقف الدعم وتتضاعف المعاناة الصحية بإغلاق قسم الإسهال والحظانات مستشفى المسراخ أصبح يعني يعتبر ضيق يحتاج إلى إضافة مرافق أو دور ثاني حتى نستطيع استيعاب كافة المترددين وكون المستشفى يخدم أكثر من ثلاث مديريات ولا نصبح مستشفى محوري القسم التغذية العلاقية في نازحين راقدين هذين النازحين طبعاً لن عليك ستغذية لن عليك فقر لأنه نتج الحصار في تعز تماماً لن عليك فقر لأنه عندنا نقص بالطوارئ بحاجة إلى تشغيل قسم الإسهالات بحاجة إلى قسم تشغيل بنادورين للترخيط هذه مهم بالدن تحديات جمع تواجهها الكوادر الطبية لتقديم العلاج للمرضى في ظل انقطاع مرتباتهم منذ أكثر من خمسة أشهر الرسالة أولاً نحن نشاء دعم للقسمة أولاً بالوكسوقين دعم حتى بالجهة المالية نحن الصراحة نشتي مواصلة نحن نشتغل لأنه هنا مطوعة فقط منشدات متتالية يطلقها الكادر الطبي لتوفير الدعم والأدوية والمستلزمات الطبية وإعادة فتح الأقسام الصحية وتأهيلها في ظل القدرة المعيشية الصعبة للأهالي في التعامل مع سبل الحصول على الخدمات الصحية عالية الجودة بعد أن ألقت الحرب والحصار ظلالهما على الحالة الاقتصادية والصحية للمواطنين يشكو الموظفون النازحون من تعصفات الخدمة المدنية التي استثنتهم من العلاوات السنوية التي أقر صرفها لموظفية دولة في المناطق المحررة منذ مطلع العام 2017 نزح ألاف من الموظفية الدولة من مناطق ميليشيا الخوثي إلى المحافظات المحررة لخدمة الوطن من مواقع عملهم في مؤسساتهم ويعالة أسرهم من رواتبهم ومستحقاتهم القانونية في البداية اعتمدت الخدمة المدنية راتبا لعدد من الموظفين النازحين بينما رفضت اعتماد الرواتب للدفع المتبقية في تعنت متعمد بين وزارتي الخدمة والمالية في عدم الخدمة والمدنية رفضت السعابة أغلبية هؤلاء الموظفين النازحين وتمكينهم من أعمالهم أو توزيعهم على مؤسساتهم لمباشرة الدوام وظلت تمارس معهم أساليب تطفيشية بالرغم أن الكثير منهم كوادر تتمتع بالكفاءة والخبرة الكبيرة كما ظلت تصرف لهم مرتبات كل شهرين مجردة من أي علاوات أو أي زيادات وعممت كشوفات الرواتب الأخيرة دون أن تتضمن أي زيادات أو علاوات للموظفين النازحين على الرغم من تبعيتهم للدولة اليمنية ولهم حق المواطنة والإقامة والعمل في أي محافظة من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة وواصلت وزارة الخدمة المدنية إعلانتها عن إطلاق العلاوات السنوية المستحقة لجميع موظفي المؤسسات الخدمة والإرادات والإعلامية وغيرها عدى المهجرين بدعوة أنهم لا يدومون على الرغم من استعدادهم للدوام في المرافق الحكومية المركزية والمحلية وفقا للجهات التي يتبعون لها إداريا لكن الخدمة تتجاهل ذلك موقلة في معاناة الموظفين النازحين وحرمانهم من حقوقهم المشروعة إلى ذلك أعلن معلم ومعلمات محافظات الحديدة في المناطق المحررة إضربهم الجزئية عن التعليم نتيجة لتدني الراتب وحرمانهم من العلاوات السنوية في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيش الذي تشهده البلاد ورفع المعلمون والمعلمات الشارات الحمراء في عدد من المدارس حتى تحقيق مطالبهم وصار في بص حقاتهم المتأخرة منذ العام 2014 الأمر الذي ضعف من حجم معاناتهم يأتي ذلك بعد وقفة احتجاجية نظمها المعلمون في الثاني من يناير الماضي ولكن دون استجابة من قبل الحكومة لتنفيذ مطالبهم والمتمثلة في صرف العلاوات المؤجلة منذ العام 2014 والزيادة التي تم اعتمادها وصرف بدل غلاء المعيشة فإننا ندشن اليوم الثلاثاء السادس عشر من شهر أغسطس 2022 ميلاديا بدء تنفيذ الإضراب الجزئي وذلك بالحضور اليومي للمدارس دون تأدية الحصصة اليومية ولمدة أسبوع مع لبس الشارات الحمراء وفي حالة عدم التجاوب فإننا وبكل أسف قادمون على تصعيد أكبر وهو الإضراب العام المفتوح والتعليق الكلي للدراسة حتى تحقيق جميع المطالب وحتى نيل كافة الاستحقاقات المنصوص عليها في قانون المعلم والقوانين الأخرى ننتقل الآن إلى الملف الاقتصادي جولتنا الاقتصادية نستهلها بالشأن المحلي حيث يشهد اليمن وخصوصا مناطق صيدرات ميليشيا الحوث ارتفاعا حادا في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية على الرغم من انخفاض أسعار القمح وبقية السلع نهاية يوليو وأغسطس بنسبة 25% في الأسواق العالمية وذلك أما كانت عليه في مايو ويون الماضيين في ظل توقعات باستمرار الانخفاض لصالح المستهلكين خبراء اقتصادون أكدوا أن الضرائب ورسوم البهضة وغير القانونات يفرضها الحوثيون في ميناء الحديدة والمنافذ الجمهورية بين المحافظات ونقاض التفتيش تسببت في ارتفاع الأسعار إذ يقوم المستولدون والتجار بتعويضها بتحميلها للمواطنين من خلال الأسعار النهائية ويعاني اليمنون منذ ثماني سنوات من الحرب من ارتفاع أسعار السلع وتدهو الوضع المعيشي وترد الخدمات وتضاول الفرص الاقتصادية فضلا عن العوامل الخارجية لارتفاع الأسعار العالمية مثل قلة المخزون وارتفاع أجور النقل أبرى سلاسل الإمدادات المختلفة والحرب الروسية الأوكرانية والتي انعكس تأثيرها على أسعار المستهلك النهائي التي تجاوز ارتفاع الكثير منها بنسبة 100% ما زاد من حدة معاناة اليمنين وصعوبة حصولهم على السلع الضرورية كثفت السلودات المحلية بمحافظة شبو الحماية الأمنية على الشركات والقضاعة النفطية وانبيب النفط والغاز لفرض الأمن ومواجهة أي عناصر إرهابية أو تخريبية وواجه محافظة شبو بتأمين إضافي لمناطق والمنشآت النفطية السطحية مطمئنة باستثباب الأمن والاستقرار في القضاعة النفطية وحماية المنشآت السيادية وتدليل كافة الصعاب بما يساهم بتنمية ورفض الاقتصاد الوطني وتعد شبو ثانية منتج للنفط بعد حضر موت بواقع 16 قضاعا نفطيا واستكشافيا ولها ميناء لتصدير الغاز ومحطة ومنشآت للغاز الطبيعي في بلحاف ووصل إنتاجها النفطية اليومي أواخر 2015 إلى نحو 50 ألف برمير يوميا أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن تحقيق الاقتفاء الذاتي في البلاد في 15 محصولا في مقدمتها الطماظم والباذنجان والبطاطة والخيارة والبطيخ والبيض والدجاج والتمورة واقترابية من تحقيق الاقتفاء للمنتجات الحيوانية ليبدد هذا الإعلان ولجزئيا قتمة الصورة كون العراق يعد خامس أكثر بلدان العالم تضررا من ظاهرة التغير المناخية خبراء الزراعيون ومائيون يرون أنه من المبكر الحديث عن تحقيق الاقتفاء الذاتي الزراعي بالبلاد في ظل تداعية وأزمات ظاهرة تغير المناخ وتراجع معدلات الأمضار وحصتها المائية المتقلصة من مياه الأنهار وأخيرا نمى الاقتصاد الماليزي بنسبة وصلت إلى 98 من 10% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022 وقال رئيس الوزراء الماليزي أنه وافق ذلك انخفاض معدلات البطالة من 4.3% إلى 3.18% في ظل تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بلغت أكثر من 24 مليار ريغانت ماليزي خلال الفترة نفسها اختتمت في عدن فعاليات اللقاء التقييمية النصف سنوي لبرنامج الصحة والتغذية المدعمة من اليونسف وشددت الكلمات التي ألقيت في اختتام فعاليات اللقاء التي دامت ثلاثة أيام على ضرورة العمل وفق المعايير المطلوبة من المرافق الصحية والالتزام بها من حيث الشفافية ومجانية الخدمات وتحسين جودتها وثمنت الدورة الفاعل لشركاء القطاع الصحي في تعزيز منظومة العمل الخدمي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في عدن أيضا بدأت فعاليات ورشة العمل الخاصة بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان الورشة التي نظمها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من البنك الدولي يشارك فيها 36 مشاركة من المختصين في القطاعات ذات العلاقة بوزارة الصحة والزراعة والنقل والبيئة يناقشون لمدى ثلاثة أيام موضوعات متعلقة بأثر الأمراض المشتركة على الصحة واستعراض الوضع الصحي الراهن والدروس المستفادة من الجوائح السابقة وتجارب القطاعات ذات العلاقة في التكامل بالإضافة إلى استعراض مسودة مهام اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المشتركة كما دوشنا في مأرب مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يهدف إلى كفالة تعليمية ومعيشية 177 يتيما وتمكين 50 أسر معيلة للأيتام اقتصاديا بمأرب وحدها يأتي ضمن مشروع كفالة اليتيم الذي ينفذ في ثلاثة محافظات هي عدن لحج مأرب ويستهدف 536 يتيما و166 أسر معيلة للأيتام ختم النشرة تبكير بالعنوين عودة الحياة إلى طبيعتها بمدينة عطق بشبوة بعد أيام من الأحداث التي شهدتها ميليشيا الحوثي تواصل اعتداءتها على المدنيين في تعز واكتشاف حقل ألغام في ذباب مطالبات بتسريع تنفيذ خطة الأمم المتحدة بشأن ناقلة صافر للحيلولة دون وقوع كارثة شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة